كارول شفنا العالم حبت ساريا بالجزء الأول مع أنه كانت شوي قاسية على بنتها الجزء الثاني شو الأثر يلي بتحس رح تتركيه عند المشاهد؟ لنفي منهم كرهوك بجزء الأول اي صحيح بس كان ضروري المشاهد هديك تصير لأنه عم نضوي كنا على قضية زواج القاصرات واتساترا يعني ما فيها يكون تكون لطيفة يعني ساريا كانت بهيدا الجزء ما فيه أبدا يعني ما فيه ساريا الأم فيه ساريا المرأة يلي بتهتم بحالة ويلي مثل ما قلتلك عم بتفتش على الرزق وبيكل المطارح كيف رح تعتمد لتفتش على الرزق يعني بتستغلي حدا هل فيه شي طريقة معينة رح تعتمدية لتسحب مصاري غير يلي أخدت يوم من أمين وبقى تفليت أكيد في كتير طرق يعني ساريا لنت استسلم هيدا اللي فيني قوله قداش هيدا رح يخوف العالم منك يمكن العالم لأيام العادية بصير يخافوا منك قولوا استغلالية ومعقولة تنصب عليهم تعرف الأوضاع بلبنان يعني هارفت لا شوفها بيان عم نلعب دور نحنا والدور إذا ما لما سرح فيه للآخر ما بيكون مقنع ما بقى شي منه هيدا الدور إنه حصيت حالك لك الوضع بالبلد لا قلتلك إنه كله هيدا بيها ضامة سارية بتعمله مش بيقزة وما بعرف إذا راح تفوت بشي حيات ما منعرف بنا نشوف بس شفت الدور مكتوب انقلب شوية 180 درجة لأنصار فيه سارية لامرأة هل كان عندك شوية تخوف لأنه أنت كنت في الأول كنت عم تلعب دور القوم هل عندي كان تخوف إنه ممكن ما يتقبلوك العالم دور الإمرأة العاشقة اللي عم تهتم بحالة الجهليني مثلنا بيقولوا؟ بالعكس هيدا شي ضاف لشخصية سارية لون جديد بتعرفي سارية فيها تعمل كل شي يعني فيها تبكي وتضحك وتكذب وما ترى تكذب يعني شخصية بتسمح لحالة أنا تعمل كل شي فهيدا إضافة زيادة يعني إضافة بمشاهد يمكن المشاهد إنه ينقذ وقتا يشوف إنه هيدا سارية هيك سارية هيك عم تقول ايه يعني بالعكس هيدا لون جديد بينضاف على الشخصية اليوم شو بتقولي للأشخاص اللي بيعتبروا إنه مشاركتك بجزء الأول من الموت خلتك نجوميتك تبين أكتر ونعطى حقك مع إنه كنت عم تلعب دور تاني وفي كتير إعلاميين ومقالات إن كتبت بسارية السن الماضي يعني شو بدي أقول أنا بالنسبة لها إلي ما فيه دور تاني ودور أول ودور صغير ودور كبير في حدا بيقامن بالشخصية اللي عم يلعبها ومتل ما قلت لك بيروح فيها للآخر وبيعطي كل شي كل طاقته فيها والحمد الله إنه نجحت سنة الماضي إن شاء الله السنة كمان إنه يلاقوا في شيء أهم لأن المسلسل كله السنة هو إذا كنا هون سنة الماضي نحن هلأ بعد على مئة مرة أكتر كارول حضرتك محترفة بالتمثيل وموهبة يعني دايما عم تكبرية سنة بعد سنة لأي درجة هيك بتزعلي بس تشوفي إنه في بعض المنتجين عم بيحبوا يختاروا الجمال أكتر من الموهبة لأنا بقولوا الموهبة يمكن هم عندها جمال وكاريزمة الموهبة بتجي مع الأيام أو مع عدد الأدوار لأيك ما بيزعل أكيد يعني ما في حدا بياخد مطرح حدا بحاجة أنت أكيد بحاجة الكاميرا لحدا حلو الكاميرا بتحب إنه تشوف حدا حلو والجمهور كمان المهم إنه يكون الشخص المناسب بالدور المناسب ويكون على قد مسؤولية الدور ويكون عم يتطور بمسيرته الفنية هيدا الأهم أنا مسالمة أنا مانس إضامية أبدا وفي أدوار للكل شو بتحس الشي المميز بشخصية سارية يلي رح تخلي الجمهور ينجذب لقلة ويتابع كل المسلسل كرمالة تابع كل المسلسل كرمال كل الشخصيات لأنه في شخصيات جديدة السنة كمان في مفاجأات يعني هيدا اللي فيني أقوله ما بدي أفضح المسلسل بس أنه في كتير مفاجأات بشكلها بيتصرفها بحركاتك بكل شي هديش هيك فيه كيميا بينك وبين ماغي بغصنا اتناتكم بتحبوا المزح والمهضومين أنا بحبه كتير لها ماغي بس ياريت بيكون عندي مشاهد أنا وياها ما عم تظبط اليوم طالبة جمال صنان إيه لو بدنا لو سنت المادكي عندي مشهد مع ماغي والسنة عندي مشهد مع ماغي يعني بس مشهد واحد عبيلي هيكي شي نهار نلعب شي مهضوم بس أنا وياها هيك راس براس إن شاء الله شوك تعمل زلابتن تيها راس براس بدنا نكسر الأرض بس أنا ماجي إنسان كتير مهضومة وماجي بالكوميدي كتير شاطرة فبعتقد نعمل ديو مهضوم إذا شي كوميك يعني